تصعيد أمريكي لمواجهة إيران ساحته اليمن تحديدا من أجل المصالح الأمريكية التي في قائمة أولوياتها حماية الممرات المائية كما أعلن البيت الأبيض حين قرر إرسال المدمرة USS Cole إلى باب المندب القرار الأمريكي جاء بعد أيام قليلة من تنفيذ عملية عسكرية محدودة ضد ما قال الجيش الأمريكي أنه موقع تابع لتنظيم القاعدة في اليمن دماء الضحايا لم تجف بعد وما زالت صور الأطفال الذين قتلوا في تلك العملية ماثلة للعيان وبدلا من الاعتذار عن تلك العملية أعلنت إدارة ترامب أن العملية كشفت عن انخراط عدد كبير من النساء في صفوف القاعدة وهو ما اعتبره الكثير من المراقبين محاولة للتهرب من المسؤولية الأخلاقية والقانونية تبدو إدارة الرئيس الأمريكي عازمة على المضي باتجاه إشعال الحرائق في المنطقة والتخلي عن قبعة الإطفائي التي لطال مرتداها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما سنحارب إيران والقاعدة في اليمن تلك هي الرسائل الأخيرة لترامب لكن تلك الحرائق لن تطال نظام الملال بشكل مباشر حيث كشفت تقارير استخباراتية أن البنتاجون سيقوم بالتدخل المباشر وسيزيل قفازاته في اليمن وتوقعت مجلة فورين بوليسي أن تكون اليمن ساحة الصراع القادم بين أمريكا وإيران تصريحات الإدارة الأمريكية الأخيرة دليل واضح على انتهاء مبادرات الحل السياسي في اليمن في صالح العمليات العسكرية وهو ما قد يعني أن على الحكومة الشرعية التقاط طرف الخيط والعمل على تعزيز عمليات استعادة الدولة فمضي هذه الموجة دون الاستفادة القصوى من موقف ترامب تجاه طهران وأدواتها في المنطقة قد يعني استمرار الأزمة أمدا أطول من الزمن دون حل ترجمة نانسي قنقر